أنها بتقطع في الصلاة والدتها بتقول لها أنت كده بتملي الصحيفة بتاعتك بسيئات فهي عايزة وصفة كده لأنها ما تقطعش في الصلاة هو طبعا الصلاة الفرض الوحيد الذي لا يسقط يعني خلاص مادام فيه تكليف كما قالت خلاص يبقى أنا لازم ايه أصلي همام كده فالصلاة الفرض الوحيد الذي لا يسقط أبدا لكن هو هي بتقول أنا بقطع في الصلاة طيب يبقى نمشي بالتدريج واحدة واحدة يعني ايه نحافظ على الصلاة طيب أنا فودت صلاة أحاول أن أصليها وبعدين أرتب طيب لا أنا ما قدرتش النهاردة أجي بكرة أصلي يعني مثلا أنا فودت النهاردة صلاة العصر أجي بكرة لو أنا خلاص بقى ما صلتش أجي بكرة لما يأزن صلاة العصر أصلي صلاة العصر الفائتة بتاعت مبارح وبعدين أصلي صلاة العصر ايه بتاعت النهاردة طبعا هي دلوقتي لما تسمع هتقول طيب ما أنا كنت أصليها بقى في الأول عشان ما أصليش صلاتين خلي بالك لو انت حبيت العبادة هتستسهلي هذه العبادة لو انت حبيت الطاعة والكرب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيعيني الإنسان على هذه الطاعة وهذه العبادة لو انت حطيت في ذهنك أول ما الأزان يأذن وانا ما وليش حاجة أخش رتوضع وصلي هتلاقي المضوع في منتهى السهولة ومنتهى البساط احنا محتاجين حضرتك بس تدريكي ان الصلاة الفرض الوحيد الذي لا يسقط وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد على الصلاة هو كمان في نقطة كده يا دكتور يعني أنا دايما بقول وصفة كده سلوكية للمحافظة على الصلاة في البداية الناس اللي بيتقطع في الصلاة ودي دايما بقولها للبنات ممكن في البداية ننتظم سلوكيا الجودة بتاعة الصلاة والخشوع ممكن ننظر إليها بعد شوية بس احنا عايزين في البداية نحافظ على الصلاة كسلوك موجود في حياتنا إلى أن تنتقل روحانياتها وإحساسها ومشاعرها إلى القلب دايما كنت بقول للبنات أول حاجة باستمرار حفظي على الوضوء الوضوء حتى لو أنا صليت دلوقتي أنا خلاص العصر مثلا أزن وأنا صليت العصر هدخل مثلا تقضي حاجتك أو غيره أو وضوءك انتقض على طول تروحي تتوضي وتفضلي بقي على وضوءك باستمرار ده بيساعدك على حاجتين أولا بيبعد عنك الشيطان لأن انت مدام في حالة وضوء فإن شاء الله قفلت باب الشيطان عليك دي نقطة النقطة التانية كمان انت جاهزة الأزاني اللي جاي هيأزن انت جاهزة للصلاة لأنك متوضية فقفلتي برضو باب الشيطان من الكسل يبقى قفلتي الباب على الشيطان من ناحيتين حافظة على الوضوء باستمرار طيب إيه كمان أول ما الأزاني أزن تروحي تصلي على طول ما تفكريش إحنا مشكلتنا إن احنا أول ما الأزاني أزن بنبدأ نسوف حبة طب هعمل دي وأقوم ويبدأ الشيطاني ياخدك من وحدة لحاجة لفعل لفعل لحد ما تلاقي نفسك بقى خلاص كسلتي خالص عن الصلاة أول ما الأزاني أزن انت بالفعل محافظة على وضوءك تروح تصلي على طول من غير كلامه ومن غير ما تشغالي عقلك الحاجات دي لو وظبتي عليها كده بعد شوية محافظة على وضوءك على طول تلبسي لبس الصلاة بتاعك وتفرشي مصليتك وتصلي كل الحاجات دي هتساعدك إن انت سلوكيا تتعودي على الصلاة بعد شوية بقى نبدأ آه طيب نحفظ بقى قرآن شوية طب نزبط كده شوية الصلاة نركز أكتر طب نخشع أكتر طب نبدأ نصلي الصلاوات السنن الرواتب مع الفرض لكن الفرض مفوش تدرج يعني إحنا بنمشي بسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التدرج مع السنن لكن الفرائض لو عملت السلوكيات دي إن شاء الله بإذن الله تساعدك وربنا يتقبل منك يا رب